نعود إلى جذور المشكلة في اليمن جذور المشكلة في اليمن بدأت باحتجاجات أنا أعتقد أن الحوثيين بادروا إليها احتجاجات كان يفترض أن تكون احتجاجات شعبية مطالبة بإلغاء جرعة رفع المشتقات النفطية بالإضافة إلى إقالة الحكومة التي جل اليمنيين يؤكدون أنها كانت من أفشل الحكومات في تاريخ اليمن الحديث بالإضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هذه الوتيرة العالية أنا أعتقد وخاصة في العاصمة صنعاء ثلاثة أيام وتسقط كل هذه المصالح الحكومية ويضرب مبنى التلفزيون دون أي مقاومة ونتيجة أنه لا توجد أولا أول سبب لهذه الأسباب هو عدم دخول الجيش بشكل مباشر في هذه المواجهة المواجهة بشكل رئيسي كانت بين في البداية كانت بين الأنصار الله الذي هم الدراع السياسي لحركة الحوثية في اليمن وجماعة الأخوان المسلمين وذلك ملاحظ من خلال المواقع التي سيطر عليها الحوثيين أو هاجموها في البداية كل المواقع التي سيطروا عليها كانت مواقع يعتقد الحوثيون أنها مواقع تابعة للأخوان المسلمين أو تدار من قبلهم ولكن هم توغلوا في العاصمة واستولوا على مواقع أخرى لم تكن للإخوان كانت للدولة ثم سلموها مثلا مبنى التلفزيون دخلها الحوثيون بعد قصفه وأنا كنت حتى في لقاءة التلفزيون السابقة أعلنت أنه تضامني الكامل مع زملاء في التلفزيون على مختلف انتماءاتهم ومشاربهم ومعلومة إعلاميين ودعوت أن لا يضيق أو تضيق صدور السياسيين برأي أي إعلامي أي إن كان حتى لو كان مغيرا مع الرأي الذي ينتمي إليه المواقع التي احتلها جماعة أنصار الله يعني سلموها فورا بعد لقوات الشرطة العسكرية مبنى التلفزيون وبينما يتردد أن هناك بعض المواقع مثل جامعة الإيمان والفركة الأولى مدرع لا زالت تحت صدرات الحوثيون فضل فضل نعم وهذان الموقعان هما أهم المواقع التي يقال أنها كانت ملك لجامعة الأخوة المسلمين الموقع الأولى هو الموقع عسكري اللي هو الفركة الأولى مدرع والموقع الآخر هو جامعة الإيمان وهو موقع ثقافي ديني يعني البعد الثقافي والبعد العسكري طيب علشان نقرب الصورة أكثر للأحداث اليمنية والتطورات اليمنية للمشاهد المصري كانت في حكومة وكان في رئيس ولا يزال طبعا الحكومة قدمت استقالتها نعم حكومة باسندوا نعم قدمت مبارح استقالتها مش كده أيضا يقال أن يعني أخبار إعلامية تقول أنه السيد محمد مبارح سندوا قدمت رئيس روزا قدمت استقالتها بينما كنت نقرأت بالأمس من الرئاسة أنه لم يصل إلىهم بشكل رسمي استقالة ترجمة نانسي قنقر